السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعناه ونغالي نتكلمه ونعلى مجيد بقرة أمام حتمية تفعيل الوجوم في مباراة الفراعينة الخضر يعني يجب عليهم عدم تضييع الفرص وشدة الشعر ونصبح اهتمام المنتخب الوطني المحلي ومعه الجماهير الجزائرية منصبة على قمة المصرية في إيطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات في منافسة كأس العرب الجرية بقطر خصوص وأن أبناء المدرب مجيد بقرة سيدخلونها بنفسية مرتاحة بعد حسم ورقة التأهل إلى الدور الربع النهائي قبل الآوان ما يجعل اهتمام منصب على تحقيق الفوز لتسيد المجموعة الذي يعطي الكثير من الرمزيات مثل ما يسمح بتفادي منتخبات قوية الذين يسيرون هو الآخر نحو تصدر المجموعة وإن أجمع الكثير من المتتبعين أن المنتخب الوطني المحلي قد حقق المهم بعد فوزه بلقاء أوليين من دور المجموعة لحساب كل من المنتخب السوداني بربعية والأردن بثنائية ما يجعله يتصدر المجموعة الأولى مؤقتا منصف مع المنتخب المصري وعليه ستكون المباراة المقبلة قمة الجولة دون منازع لأنها ستحدد هوية صاحب المرتبة الأولى على أن يتأهل هذا الآخر في المركز الثاني وهو الأمر الذي يجعل رفاقاء بليلي أمام اختبار مهم لمواصلة من أجل برهن فوق الميدان حيث يتواجد في موقع جيد لفرض منطقهم وكسب الرهان جديد وهذا بصرف النظر عن قيمة المنتخب الفراعينة الذي حقق لحد الآن بداية مثالية بعد فوزين أمام لبنان بهدف الإسف والسودان بخماسية حيث ينتظرون أن تلعب القمة الجزائر المصرية على عدة جزئيات ناهيك عن استعادة الماضي الكروي الموثير الذي تحتفظ به الذاكرة الكروية الإفريقية والعربية خاصة ما تعلق ببعض المباريات الحاسمة والفاصلة في ذلك في ملحمة أم درمان والنصف النهائي كان ودوميديس وقبل ذلك دور الفاصل المؤهل لنهايات مونديان 1990 وغيرها وهي جزئة على البحر الأبيض المتوسط كذلك وأن يعرف المدرب بقرة بعض تفاصيلها وحيثياتها وهو الذي وجه المنتخب المصري في مناسبات سابقة بألوان أكابر محاربين الصحراء وفي مقدمتها ذلك ملحمة أم درمان منتصف نوفم 2009 وإذ كان الكثير يجمع على أهمية الفنية لقيمة الجزائرين أمام مصر في مونديال العرب الجاري بدور قطر فإن الطاقم الفني بقيادة بقرة سيكون أمام فرصة لمراجعة بعض الأوراق وفي مقدمة ذلك تفعيل أداء القاطرة الأمامية التي وجهت الكثير من المتاعب لترجمة الزخم الكبير من الفرص المتاحة لها في المباراة الثانية أمام منتخب لبنان حيث بلغ بلايلي وسوداني وبنجاح في تضييع الفرص السهلة يحدث ذلك في الوقت الذي فرض المنتخب الوطني المحلي منطقه بالطول والعرض فيما فشل في الوصول إلى المرمى الحارس اللبناني طيلت مرحلة أولى من اللقاء ما جعل عناصر وطنية تجد نفسها في مباراة مفخخة جمعت بين السهولة الميدانية وصعوب التسجيد الفعلي لفرص المتاحة إلى أهداف محققة ما جعل الجماهير الجزائية تتابع أغلب فترات اللقاء على الأعصاب قبل أن يحسم إبراهيم الأمر حين وقع هدف السبق بعد نجاحه بتحويل ركل الجزائق التي حصل عليها بلايلي بنجاح قبل أن يتم تعميق الفرق بهدف ثاني عن طريق البديل طيب مزياني ما جعل هذه المباراة ورغم الفوز بها إلى أنه تعد درس مهم قبل مباراة مصر إن شاء الله بربي والذي يتميز وإن قلوب الكثير من هذا المباراة وإن هي في طابع محلي الذي يميز مواجهة منتخب أكثر من هذا الطموح كل الطرف في تسييد المجموعة الرابعة لتفادي منتخب مغربي الذي صنع الحدث لحد الآن في مجموعته ويصير بخطة ثابتة نحو افتكاك مقعد الصدارة أريد أن نلعبه نلعبه وعلاش نخاف أنه مغرب ولا خافه ومعلا ما يخافوش منه علاش نخافه علاش هذا الإعلام التعلم راي يقول لك لازم تفادي المغرب علاش شكاين قلوا ليش تكايننا علاش نفادي المغربان أو لا ترحت مع المغرب ومبعد ومبعد شكاين انتلاقة مع المغرب ومبعد شكاين ما نربحوش ولا كايد بيكمتو علاش نسغروا الوحنا علاش نسغروا الوحنا علاش نحن مع المغرب هم يربوا ونحن نربوا هذه هي دائما وين يكونوا الحدود مبلعوا وقطعوا المعلاقات نحن نربحوه في العام في 79 مش ربحنا بخمسة في الريباط واك ربحنا بخمسة ربحنا بخمسة وكنا قاطعين علاقات معه وكيحلنا العلاقات ولو يربحونا وذروا وكيقطعنا العلاقات غادي نربحوه هذه هي ونتم عليكم خايفين باقي مخلوع نستيب صعابي ولازم التفادي المغرب أنا مغربة مغوال يا وكلوه هذو أو مغوال ها لعابي نحن فيها عندنا لعابة وانا وما عندهم لعابة وحب نحن عندنا لعابة وانا يعني ونربحوه ونربوه مباراة وما غادي يلعبوك غاديك يلعبولك باش يربحوك وانتا كيتلعب مش يتلعب انتا صغير تلعب انتا كبير باش تربح ديروا حسابكم في رسالكم قا هذا الحضراء قا هذا الحضراء الجزائر رايحة باش تفوز باللقب الا المنتخبات العربية تريد فوز على الجزائر والجزائر تريد فوز باللقب هذا مكان انتمنا كل خير جميعا ناس اللي راهما ضد بوقرة يعرفوا خير من بوقرة غا يحضروا على بوقرة غا يحضروا على بوقرة أنتوما قعقر ريح في الشبك مكانوالو والمعلوم أن المنتخب الوطني والمصري يحتلين المرتبة الأولى والمراتب الأولى ونستهدر على القرعة ما يتحشمون موالو قرعة ومباد ومباد هل قاعدين تصعبوا فيها لا تصعب فيها صاحبين لها لأنها تصعب فيها لن نعبوا نديرهم مع تنين لن نعبوا ما تنين لن نعبوا ما تنين من أجل العيون ما تنين كيف هيكوونكم كون طيهم آه وطيهم الروتور عنده في بلاده كما قال بلومي قال لهم كان ننطيحوا معها مصر ونعبوا الروتور عندهم قالوا بلك ما يخلونا شن ندخلوا قال السيد نعبوا قالوا كون يكونوا محتاجين بالمات فقالوا كون يخلوناك في القاهرة ايضاك تدخل تلعب قالوا كدير سكروا وانت اذهب الى داركم بعد اكدمين النافلاء كانوا رجالا وانوا كون وانوا 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 منوا قالوا كوني ستحهم على بالهم بها وانوا كلمات كما كانوا طاحوا يبقى ايضا رمي خامو عليك البرع رمي خامو عليك البرع شات عشيت المصاروة و Vadو رمي خامو عليك البرع لان يقول لك شات عشيت البرع و حين لانكم لان يقول لكم البرع شات عشيته المهم المنتخب الوطني يعني ينفوزوا ما نحاوسوش على الباك على الباك هذا الإعلام بتاعنا خابيث ناسخوا بذاء شيء يدخل لك في رأسك في رأس الجواء باللي هي مع تنيل مع تنيل لعب أو قولوا ربح أنا ما تقولوا شيربح ربح حاوسوا نربحوا ثم شاءكم بغيين بوكرة يربح أقسموا لكم بالله الناس مشاء بغيين بوكرة يدوك الكلاب لي لي شابعانين قاعدين عند الباب والله ما بغيين بوكرة يربح me чисلا بغيين وكي الناس واخده واخريين ماشي بغيين قالوا بوكرة خلحهم خرجهم معكسب خالحهم ورها مغايرين منه بوكرة كلها غاير منه بوكرة كلها غاير منه همغايرين منه همغايرين منه همغايرين همموتة منه خاش بوكرة راح ما ر öğحنا提 ungVER ساممات ساممات خمس أيام قبل بدء المباراة قبل بدء الدورة ليست جديدة مكاشي طب راح في الدوزيام تور ماذا ما يخسرش خسر ماذا ما يخسرش النسي يعيروا فيه منه بوقول له ناقص بوقول له من الشيطان